خلافات تطفو على السطح لتعكر جو المصالح التي بحثت مؤخرا بين حركتي فتح وحماس في مدينة اسطنبول التركية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكدت وجود عقبات تعطل قيام القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وفق ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في الثالث من شهر أيلول الماضي حيث جرى التوافق على عقد انتخابات تبدأ بالتشريعية ومن ثم الرئاسية والمجلس الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر وتكون وفق التمثيل النسبي الكامل كما أجرت قيادتا حركتي فتح وحماس عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية وأطراف عربية لدعم تلك التوافقات التي لم تجد لها تطبيقا عمليا حتى هذه اللحظة خاصة وأنه لم يصدر مرسوم الانتخابات كما لم يجر عقد الاجتماع القيادي الثاني لإقرار خطوات إنهاء الاقتسام مؤشرات هذه الخلافات ظهرت جليا في تأخر عقد الاجتماع القيادي الثاني المقرر للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والذي اتفق على أن يكون في العاصمة المصرية القاهرة من أجل تشكيل لجنة تضع آليات لإقرار خطوات إنهاء الانقسام وفق ما تم الاتفاق عليه في مباحثات اسطنبول ومع تأخر الخطوات العملية لإنجاز المصالحة شددت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة كافة إجراءات الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني عبر وحدة صف وطني يضم جميع القوى الفلسطينية أما الجبهة الديمقراطية فقد دعت كلا من السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركتي فتح وحماس إلى الانتقال من سياسة الانتظار والمشاورات نحو الخطوة العملية التي يترقبها الشعب الفلسطيني وفي ظل هذا الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية يرى مراقبون أن تراخي القوى الفلسطينية في تجاوز خلافاتها سيضيع فرصة تاريخية تنتظرها القضية الفلسطينية لمواجهة أكبر صفقة تهدف إلى تصفيتها وإخراجها من مركزية التوجه العربي والإسلامي اشتركوا في القناة